بالسلوشي الذي كان موجود عندي في الفيديو الماضي في عندي عدولة ومطلوب مني ان يطلع على الهوريزنتل ديستنس والفيزيرو بأي سؤال البروجيكتايل بالبداية من طعم نعمل الانيشية الى حتى نطلع على الفيزيرو اكس والفيزيرو واي والاكس زيرو والاكس زيرو متل ما شايفين بيطلع معنا ثم نطبق نيوتون السيكند لولا نطلع على الاكسلراشن اكيد ما في عندي الا الويت كفرصة وحيدة وبالتالي ستطلع معنا الاكسلراشن equal لجي فيكتور بعد ما تطير الام مع الام وهي دول الاكسلراشن كمبوننس ثم نطلع الكمبوننس طعول الفيزيرو فيكتور يلي هنا الفي اكس والفي واي عن طريق الانتيجريشن للأي اكس والأي واي بالنسبلتي تطلع معنا الفي اكس equal v zero cosine alpha بينما الفي واي equal minus 10t plus v zero sine alpha بنفس الطريقة تقريبا منطلع الاكس والواي عن طريق الانتيجريشن بتطعول الفي اكس والفي واي تطلع معنا الاكس متل ما شايفين والواي متل ما شايفين ثم هلأ اللي منعملو انه منحط كل شي بالجي في القلب هيدول الاكويتشن اللي طلعوا معنا منلاحظ ايمة الفي اكس بتطلع معنا in terms of v zero بينما الفي واي منعود الطايم بايمته ومنعود الالفة بايمتها وبتطلع كمان in terms of v zero الاكس نفس الموضوع كمان تعويد بنطلع كمان in terms of v zero والواي نفس القصة منتبع نوع منعود الطايم هون كمان بايمتها فيهم كله هلأ المبدأ السؤال الاساسي شو هو انه من بعد ما نعود الفاليوز متل ما شايفين قدامكم شو انه نعمل لحط نطلع الفي زيرو منلاحظ هون انه لما تصل كات على نفس الهوريزنتل لفل الواي بتكون 0 سو منحط 0 محل الواي ومنحصل على الفي زيرو من بعد ما نشأل بالفاليوز انه بتساوي 9 مترس per second وحتى نطلع الهوريزنتل ديما بالهوريزنتل ديما بالهوريزنتل ديما بالهوريزنتل ديسانس فكر بالحكس ومنعود ايه مثل v zero يطلع اتمانا وطالما معنا كل الإكوشيان فيه بألبوم v zero فمنقدر نطلع مثل ما شايفين قدامكم تطلع 4.1 مترس شكرا للمشاهدة ومنحظة أن تتبعوني شكرا للمشاهدة